موضوعنا مشاهدين الكرام لهذا اليوم مقام إبراهيم و رمزيته هذه الأيام تعرف أشواقا من قبل الحجيج من قبل الحجيج و من قبل زوار بيت الله و من تتشوق و تتطلع قلوبهم لهذا البيت فنحدثهم عن هذا المقام مقام إبراهيم عليه السلام و رمزيته و دلالته فما هو هذا المقام و ما هي رمزيته شيخا بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله معاشر المشاهدين الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته مقام إبراهيم هو آية من آيات الله عز وجل بل فيه آيات كما قال ربنا عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم في صورة العمران في الآية رقم 97 هذه إذن آية من آيات الله عز وجل و يا قوتة من يواقيت الجنة و معلم من معالم الإسلام الكبرى التي تربطنا بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين قبلة المصلين حيث كانوا يتجهون إلى القبلة المشرفة إلى الكعبة المشرفة إذن وهو آثار تاريخي ملموس مرئي من الآثار التي بقيت خالدة نذكرها في هذا المقام نذكر المقام في هذا المقام وفي هذه الأيام المباركات لنبين بعض الآيات التي تحملها هذه الياقوتة أو هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى قدر الله عز وجل أن يرتبط اسم إبراهيم الخليل ببناء الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل وحينما كان يبني الكعبة المشرفة وصل إلى مستوى من المستويات يحتاج إلى صخرة يقف عليها من أجل إتمام البناء بناء الكعبة علوا فأحضر له إسماعيل تلك الصخرة وهي صخرة هي حجر رخو سبحان الله إبراهيم الخليل ألان قلبه لله سبحانه وتعالى حبا في الله سبحانه وتعالى فألان الله له الصخرة الصمى وبقيت آثار قدمي إبراهيم الخليل إلى الآن كما قال ربنا عز وجل مشير إلى هذا المقام المقدس هذا المقام العظيم قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم صورة العمران الآية سبعة وتسعين إذن قدر الله عز وجل أن يترك لنا هذه الآثار حينما يحج الحاج وحينما يعتمر المعتمر وهو يتحرك في تلك البقاع وفي تلك الأماكن التاريخية المقدسة يختزل الزمن تختزل الأزمنة فالقرون تختزل في الذي يطوف الآن يعود بخاطره إلى ذلك التاريخ الطويل فيتذكر تاريخ بناء الكعبة المشرفة ولا يزال الأثر ولا تزال تلك اليقوت مقام إبراهيم لا تزال تلك اليقوت ناطقة هذا المعلم لا يزال ناطقا هذا الأثر المرئي الملموس لا يزال ناطقا مذكرا إيانا بذلك التاريخ المشرق تاريخ بناء الكعبة المشرفة وقد كان المقام ملتصقا بالكعبة وهذا أمر طبيعي من يعرف البناء وفنونه حتى من لا يعرف من يرى البنائين يدرك تمام الإدراك حتما ومن ناحية المنطقية العقلية أن هذا المقام هذه الصخرة يعني كانت ملتصقة بالبيت العتيق وكان في ذلك حرج والناس يطفون ويصلون خلف المقام لأنه حينما يتم الطائف طوافه سبع أشواط يختم ذلك بصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم الخليل ولكن هذا المقام كان ملتصقا بالبيت وهذا يشكل نوعا من الحرج على الطائفين بالبيت العتيق لذلك قدر الله عز وجل أن يكون الفضل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبالمناسبة عمر له موقفان كبيران متعلقان بالمقام الموقف الأول فيما يرويه أنس يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن عمر بن الخطاب قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو اتخذت المقام هذا من توفيقات الله لعمر ومن موافقات عمر للوحي الطاهر إذن في حديث أنس قال عمر بن الخطاب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو اتخذت المقام مصلا ولم يكن الأمر كذلك ولكن قدر الله أن ينزل قرآن يتلى الآية 125 من صورة البقرة نزل القرآن موافقا لمبتغى عمر لمقصد عمر رضي الله عنه فهذه الآية 125 من صورة البقرة يقول فيها ربنا عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا إذن هذا موقف بديع هذا موقف جميل جليل أوثر عن عمر ربنا رضي الله كما في حديث أنس رضي الله عنه لذلك ربنا عز وجل أمر إذن أمرنا وحيا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا هذه من الموافقات التي وافق فيها عمر بن الخطاب الوحي الطاهر وهناك موافقات أخرى أما ما يتعلق بقصة عمر مع مقام إبراهيم هذا الموقف الأول والموقف الثاني أنه حين مرى الحرج حرج الطوافين الطائفين حول الكعبة وكما قلنا وكما قلنا قبل حين أن المقام كان ملتصقا بالبيت العتيق عازله وأبعاده عن البيت العتيق لمسافة معينة تسمح للطائفين بأن يطوفوا حول الكعبة المشرفة وأن يقبلوا الحجر الأسعد والأسود وأن يسلموا عليه وبعد تمام الطواف يكون الأمر فيه ساعة فيصل الناس خلف مقام إبراهيم رفعا للحرج بعدما أبعيد عن البيت العديق بمسافة معينة يعرفها الجميع ولكن بالمناسبة افتحوا قوسا عمر بالخطاب حينما فعل ما فعل رفعا للحرج عملا بقوله تعالى في صورة الحج الآية ثمانية وسبعين حيث يقول ربنا عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج وفي صورة البقرة الآية مية وخمسة وثمانين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويبقى مبدأ التيسير قائما الآن من يطوف حول الكعبة بعد تمامه بعد إتمامه للطواف سبع أشواط ماذا يفعل سبع أشواط يصلي ركعتي الطواف ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم واتخذ من مقام إبراهيم مصلى يصلي في الركعة الأولى بصورة الفاتحة وصورة قل يا أيها الكافرون والركعة الثانية بصورة الفاتحة وصورة قل هو الله أحد صورة الإخلاص أو أي قرآن آخر يعني آيات يقرؤها أي آيات ليس شرطا أن يتقيد بهذه بهتين الصورتين ولكن من استطاع أداء ركعتي الطواف خلف المقام إذا لم يكن الزحام كبيرا فذلك أرقى وأوفى وأكمل ومن لم يستطع فليصلي ركعتي الطواف في أي موضع من المواضع في أي مكان رفعا للحرج إذن هذه قصة هذا المقام إبراهيم وطبعا أقول هذا الكلام ونسأل الله عز وجل أن يتقبل حج الحجاج هذه السنة وأن يجبر بخاطر الذين تمنوا أداء فرط الحج هذه السنة ولكن سأولان يتقبل الأجر منهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من المنوان وأن يسر لهم أداء هذه الفريضة في قابل العام في العام القادم إن شاء الله تعالى